قياس ميل الخط المستقيم يقاس ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين X1 و X2 و Y1 و Y2 بمقدار التغير في النقطتين على المحور الرأسي Y مقابل التغير في النقطتين على المحور الأفقي X أي يمكن حساب ميل الخط المستقيم بالمعادلة الآتية وهي A تساوي ΔX على ΔY حيث ΔX على ΔY تمثل مقدار التغير يساوي Y2-Y1 على X2-X1 مثال أوجد من الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين 6 و 4 و 18 لحل هذا المثال نقوم بتحديد أولاً نقاط X و Y X1 تساوي 6 و X2 تساوي 8 و Y1 تساوي 4 و Y2 تساوي 10 بالتعويض في المعادلة A يساوي ΔY الذي يمثل التغير في Y على دلتا X الذي يمثل في التغير أو مقدار التغير في المتغير X حيث Y2-Y1 أي 10-4 على X2-X1 10-4 على 8-6 10-4 يساوي 6 8-6 يساوي 2 6 على 2 يساوي 3 إذن ميل الخط المستقيم الذي يمثل A في معادلة خط المستقيم أو الصورة العامة لمعادلة خط المستقيم وهو يعني أن التغير في قيم المتغير X بوحدة واحدة يقابله تغير في قيم المتغير Y بمقدار 3 وحدات إيجاد معادلة الخط المستقيم نقوم بإيجاد معادلة الخط المستقيم من خلال البيانات المتاحة عن الخط المستقيم بطرقتين هما أولا إيجاد معادلة الخط المستقيم بدلالة ميلو والجزء المقطوع من محور Y مثال أوجد معادلة الخط المستقيم الذي ميلو سالب 4 على 6 ويقطع المحور الرأسي Y في جزء طوله 9 الحل الصورة العامة لمعادلة خطر مستقيم حيث A تساوي سالب 4 على 6 وB تمثل جزء المقطوع من محور YB تساوي 9 وبالتعويض في المعادلة أو في الصورة العامة للمعادلة Y تساوي AX زائد B نجد أن بالتعويض بقيمة A سالب 4 على 6 والتعويض بقيمة B مجاب 9 نجد أن المعادلة Y تساوي سالب 4 على 6X زائد 9 بضرب الطرفين في 6 الذي هي مقام الميل نحصل على المعادلة التالية نقوم بضرب في 6 للتخلص من الكسر 6 في Y على 6Y يساوي 6 ضرب سالب 4 على 6X زائد 9 في 6 وبالتالي تصبح المعادلة 6 مع 6 6Y تساوي سالب 4X زائد 6 في 9 54 وبنقل الحدود في الطرف الأيمن إلى الطرف الأيصر نحصل على المعادلة المطلوبة وهي 6Y زائد 4X ناقص 54 يساوي 0 وهي تمثل الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم بقى إيجاد معادلة الخط المستقيم بدلالة ميله ونقطة معلومة عليه بفرض أن ميل الخط المستقيم A معلوم وأن هذا الخط يمر بالنقطة X1 Y1 يمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي أوجد ميل الخط المستقيم الذي ميله 4 ويمر بالنقطتين 2 و7 الحل A الذي يمثل من الخط المستقيم يساوي 4 X1 يساوي 2 Y1 يساوي 7 بتطبيق المعادلة Y ناقص Y1 يساوي A في X ناقص X1 بتعود بقيمة X1 Y1 وA نجد أن المعادلة تصبح في الصورة Y ناقص 7 يساوي 4X ناقص 2 تساوي Y ناقص 7 يساوي بضرب 4 في X 4X وضرب 4 في سالب 2 تساوي سالب 8 وبالتالي تصبح المعادلة Y ناقص 7 يساوي 4X ناقص 8 وبنقل أو بجعل Y في الطرف الأيسر وباقي الحدود في الطرف الأيمن نقوم بنقل سالب 7 إلى الطرف الأيمن بعكس إشارتها فتصبح المعادلة Y تساوي 4X ناقص 8 زائد 7 وبجمع وطرح الحدود نجد أن Y تساوي 4X ناقص 1 تم طرح أو جمع سالب 8 زائد 7 تصبح سالب 1 تصبح بمعادلة Y تساوي 4X ناقص 1 ثالثا إيجاد معادلة الخط المستقيم بدلالة نقطتين يمر بهمها الخط المستقيم ونقطتين هما X1 Y1 وX2 Y2 ونوضح ذلك من خلال المثال التالي مثال أوجد معادلة خط المستقيم الذي يمر بالنقطتين 3 وسالب 6 وتسعة وسالب 3 الحل يتم تحديد قيم X1 وX2 Y1 وY2 من خلال النقطتين حيث X1 تساوي 9 وX2 تساوي 3 Y1 يساوي سالب 3 Y2 يساوي سالب 6 يتم إيجاد من الخط المستقيم من خلال المعادلة A تساوي دلتا Y على دلتا X اللي بتساوي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 أي مقدار التغير في قيم Y والتغير في قيم X يتم التعويض بقيمتين X وY حيث Y2 يساوي سالب 6 سالب سالب 3 على X2 اللي هي تساوي 3 ناقص X1 اللي هي تساوي 9 سالب 6 سالب سالب 3 تساوي سالب 3 على 3 ناقص 9 تساوي سالب 6 سالب 3 على سالب 6 تساوي نص وبتطبيق المعادلة Y ناقص Y1 يساوي A في X ناقص X1 Y ناقص Y1 اللي هي تساوي سالب 3 يبقى y ناقص سالب 3 تساوي a قيمتها نص يبقى تساوي نص في x ناقص 9 تساوي نص في x يتم ضرب نص في x ثم ضرب نص في سالب 9 يبقى نص x ناقص 9 في نص 9 على 2 تساوي نص x ناقص 9 على 2 ناقص 3 يتم نقل موجب 3 الى الطرف الايمن بسالب 3 بعكس جارتها وبطرح وجامل حدود في الطرف الايمن نجد ان y تساوي 0x ناقص 9 تساوي 9 ناقص 3 على 2 وبالتالي نجد ان y تساوي 0x سالب 11 على 2 ويتمثل معادلة الخط المستقيم مثال مصنع لانتاج اجهزة تليفون وكانت تكلفة الكلية لانتاج الجهاز الواحد 100 ريال وكانت تكلفة الكلية لانتاج 200 جهاز 10 تلاف ريال اوجد التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة اذا علمتنا العلاقة بين التكلفة والانتاج علاقة خطية الحل يتم اولا ايجاد التكلفة الكلية باتباع الخطوات الاتية حيث ان التكلفة الكلية لانتاج الجهاز الواحد هي 100 ريال وهذا يعني ان كمية الانتاج 1 والتكلفة 100 التكلفة الكلية لانتاج 200 جهاز هي 10 تلاف ريال وبالتالي عدد الوحدات 200 وتكلفة 10 تلاف ريال حيث ان واحد هنا تمثل x1 و100 تساوي y1 و200 هنا تمثل x2 و10 تلاف تمثل y2 وبالتالي فان التكلفة الكلية tc1 اللي هي تمثل y1 تساوي 100 ريال tc2 التكلفة الكلية لانتاج 200 جهاز تساوي 10 تلاف ريال والكمية اللي هي تمثل x1 وحدة واحدة q1 تساوي 1 وq2 تساوي 200 وبحساب الميل باستخدام المعاضلة المعروفة a تساوي delta y على delta x اللي هو مقدار التغير في y على مقدار التغير في x y2 نقص y1 على x2 نقص x1 اللي هي عبارة عن tc2 نقص tc1 q2 نقص q1 10 تلاف نقص مية على 200 نقص واحد 10 تلاف نقص مية تساوي 9900 على 200 نقص واحد 9900 على مية تساوي 9900 يساوي 4975 من 100 والتكلفة المتغيرة لانتاج الجهاز الواحد ومثلها ميل الدالة التكلفة الكلية وهو a يساوي 4975 من 100 أي أن التكلفة الكلية للجهاز الواحد تساوي 4975 من 100 لإيجاد التكلفة السابتة يتم إيجاد التكلفة الخطية بتطبيق المعادلة y نقص y1 تساوي a في x نقص x1 زي ما قولنا قبل كده y يمثلها tc y واحد يمثلها tc1 و a الميل و qx نقص q1 اللي هي xx1 أي أن tc نقص مية تساوي a 4995 مية q نقص واحد tc نقص مية يساوي 49 في q يتم ضرب 945 من 100 في q يبقى 945 من 100 في q ثم ضرب 945 من 100 مرة أخرى في سالب واحد 945 من 100 ثم يتم جعل tc في الطرف الأيسر ونقل سالب 100 إلى الطرف الأيمن يتصبح المعادلة 975 من 100 q نقص 975 زائد 100 ثم جمع الحدود المتشابة لنحصل على المعادلة TC تساوي 49-95-100Q-50-25-100 أي أن التكلفة السابتة لإنتاج الجهاز الواحد 50-25-100 الذي يمثلها المقطع الرأسي لدلة التكلفة الكلية حل أنظمة المعادلات الخطية أنظمة المعادلات الخطية يمكن أن تكون في مجهولين أو أكثر ولكن هنا يتم تركيز على حل أنظمة المعادلات الخطية في مجهولين وأنظمة المعادلات الخطية في مجهولين أو أكثر يمكن حلها بطريقة المصفات أو المحددات التي نتناولها في حين إن شاء الله ولكن يتم التركيز هنا على حل أنظمة المعادلات الخطية في مجهولين بطريقتين الحزف والتعويض كمالي ولكن قبل أن نتعرض لحل المعادلات الخطية بالطريقتين لابد أن تتوفر شروط لكي يتم حل المعادلات الشرط الأول أن يكون عدد المعادلات مساوي لعدد المجهيل أي لكي يتم حل المعادلات الخطية لابد أن يكون عدد المعادلات مساوي لعدد المجهيل أي إذا كان لدينا معادلة واحدة يكون فيها مجهول واحد معادلتين يكون مجهولين ثلاث معادلات ثلاث مجهيل وكذا الشرط الثاني أن تكون المعادلات مستقلة بمعنى إذا كان لدينا معادلتين وكان من الممكن أن نشتق أحد المعادلتين من الأخرى أي كانت أحد المعادلتين مضاعف للأخرى بمعنى إذا كان لدينا معادلة وكان لدينا معادلة أخرى والمعادلة الأخرى هي عبارة معاملتها هي عبارة عن مضاعفات لمعاملات والسابت في المعادلة الأخرى مثل إذا كان لدينا X زائد Y يساوي 2 وكانت المعادلة الأخرى 2X زائد 2Y يساوي 4 من الواضح أن المعادلة الثانية هي عبارة أو معاملات المتغيرات في المعادلة الثانية عبارة عن مضاعف سابت لمعاملات المعادلة الأولى وكذلك السابت أي عند ضرب المعادلة الأولى في 2 نحصل على المعادلة الثانية أو عند قسمة المعادلة الثانية على 2 نحصل على المعادلة الأولى أي يمكن اجتقاق أحد المعادلتين من الأخرى المعادلات في هذه الحالة تصبح معادلات غير مستقلة وبالتالي لا يمكن حلها الشرط الثالث أن تكون المعادلات متسقة وهذا يعني أنه عند حل مجموعة من المعادلات لابد من وجود حل مشترك لهذه المعادلات فإذا لم يوجد حل مشترك لمجموعة المعادلات أي لا يوجد حل حقيقي للمعادلات إذا لم يوجد حل مشترك يبقى لا يوجد حل حقيقي للمعادلات وبالتالي المعادلات هنا تصبح غير متسقة وعند رسم المعادلات نجد أن كل معادلة تمثل بخط مستقيم والمعادلتين يتم تمثيلهم بخطين متوازين ولا توجد نقطة تقاطع أي لا توجد نقطة حل مشترك للمعادلتين على سبيل المثال إذا كان لدينا المعادلة الأولى X زايد Y يساوي 2 المعادلة الثانية X زايد Y يساوي 3 المعادلتين غير متسختين لعدم وجود حل مشترك للمعادلتين كما أن التمثيل بياني يوضح أن المعادلتين في شكل خطين متوازين كل معادلة تمثل بخط مستقيم والخطين متوازين ولا تقاطع عند أي نقطة وبالتالي يوجد حل مشترك والمعادلات هنا تصبح معادلات غير متسقة